السلام عليكم النهاردة هنتكلم طبعا انتم عارفين عن وقعة الفتاة والشاب اللي بيمارسوا حاجات غير اخلاقية خالص على الكبري في عز النهار مش هنقول ان هما دول يعني مش عقلين صغيرين مش فاهمين هما بيقولوا لا دول كبار وفاهمين بس هما نسوم خالص ان فيه ناس حواليهم ان الكبري ده مش معمول ليهم هما الواحدهم ازاي في عز الظهر والناس راح جاية العربيات راح جاية يعملوا حاجات زي اللي احنا شفناها في الفيديو دي انا مرضتش ان انا انزل الفيديو الصراحة فاكتفيت بالصور بس انتم لسه صغيرين عن الحاجات دي وكلمتين للأب والأم مش بس للفتاة لا والشاب ياريت تقربوهم من دينا ياريت تعرفوهم من الغلط والصح وللبنت بالذات واكتر كمان من الولد ازاي حبيب تفكري وقف قدام ازاي الصور دي لو وصلت لباباكي لو وصلت لمنطق لو وصلت لاصحابك لو حد شافها منظرك يا باقي شكلك يا باقي وقدام الناس وقدام اهلك ليه بتجيبي في ضيحة الاهلك تفضل معاهم طول العمر عشان ايه في حد عائل في الدنيا يعمل اللي انتو عملتوه في عز الظهر وقدام الناس زي ما تكون بتقولوا احنا مش هممنا يعني عادي سطر ربنا رحمل عندكم خلاص ربنا ستركوا مرة واثنين وثلاثة ودكوا فرصة ان انتم تترجعوا وان انتم تقربوا ربنا لكن هو كده ربنا قال لكم لأ خلاص بقى كده انتم مع نفسكم ليه يا حبيب تجيبي العار لأهلك ليه هتمشي ازاي هتتحرك ازاي وتعيش بقيت حياتك ازاي انت اصلا قدام الشاب ده هيبقى شكلك ايه فكرة انت فكرة ان هو هيبقى يفضل مثلا محافظ عليك والحب والكلام ده لأ ده بعد اللي هو هيتعرض ليه وبعد الكلام اللي هيسمعه وبعد النظرات وبعد هينساكي خالص وهيجيب العيب عليك ازاي تعملي حاجة زي دي في عز النهار وفي ازاي اصلا انت لسه صغيرة لو رحت ولا جيتي ازاي حاجة زي دي يا ريت يا ريت البنات والامهات نتكلم على البنات الاول البنات مش كل شاب يقولك كلمتان حلوين واعطف غرامه مش كل شاب يقولك تعالي نعمل كزا تروحي تعمليها معاه مش هياخدك مش هيتجوزك هيقولك دي فترة بعدد الشباب ما بتبصش للبنات اللي بتسلم نفسها اليوم الشباب بيدور على البنت اللي تفضل محافظة عليها على نفسها علشان يبقى متأكد وواثق ان دي اللي هتكمل مع حياته كلمتان بقى للاهلي يا ريت تعرفوا الاولاد راحين فين جاين منين اللبس اللي هم لابسينه وهي نازلة كده شكله ايه ما تقوليش موضة ومعرفش ايه والصيحات لأ بصي على اللبس البنات وهما نازلين امسكي تليفون بنتك ودوري وشوفي فيه بتكلم مين ومصاحبة مين وبتخرج مع مين وبتروح مع مين اصحي بالليل وشوفي بنتك صهرانة بتتكلم مع حد ولا نايمة ولا بالذاكر اي ناكي على البنات في الزمن اللي احنا فيه ده الاهل ليهم دور كبير في اللي بحصل ده لان لو الاهل ما يخليين بالهم من اولادهم ما كانش ماء حاجة زي ده فضيحة زي دية تتعملت طبعا بعد ما اتقبض عليهم النيابة القوات المسلحة طبعا قدرت توصل لهم توصل لهم طبعا شكلهم اللي نشر الفيديو ده شكلهم مبين شكلهم خلص فمعروف قدر يوصل لهم وتقبض عليهم بس طبعا دلوقتي طلعهم بكفالة الف جنيه ومطلوبة المصور هنتكلم بقى على المصور بس ايه شوية كله نتكلم على المصور اما نخلص من الكلمتين اللي بنقولهم للبلد خلي بالكم من اهلكم خلي بالك من نفسك خلي بالك من خليك عندك برياء خليك عندك حرية حرية قصة لميها اه افعاليها صح واستخدميها صح مش حرية بقى ان انت تعمل اللي انت عملته ده مفيش حد عائل ولا مجنون يعمل اللي انت عملته ده في عز النهار والناس راحة وجاية كده اه المصور بقى اللي نشر الفيديو ليه ليه انت عندك بنات اكيد عندك اخوات عندك ام عندك اخت ليه تفضح بنت بالشكل ده خليها هي غلطة تتحاسب تتحاسب لكن ان انت تصورها وتنشرها وتفضحها في العالم ده كله وتفضح اهلها وعارها يفضل ملازمها وملازم اهلها العمر عشان ايه عشان انت تطلع الفيديو علشان ايه عشان ايه انا عايزة بس تعرف انت كسبتي ايه لما انت عملت كده ونشرت الفيديو كده كان ممكن تسكت او تنزل لهم تنزل لهم تقول لهم كلمتين تخوفهم ان انا صورتكم ان انا كذا تخوفهم وتقول لهم كلمتين يمكن تكون انت بيديك ان انت اه يرجعوا نفسهم وانهم بيتهدوا شوي لكن ان انت صورتهم وفضحتهم كسبتي ايه انا عايز عرف بس انت كسبتي ايه ان انت عملت كده مش هننكر ان هما غلطانين لا ده غلطانين وغلطانين وغلطانين غلطانين جامد بس ما تبقاش فضحتهم كده هددهم انزل بص لهم قل لهم شايفين انا صورتكم انا عملتوا كده تاني اوصل لأهلكم كلمتين تخلهم يخافهم وما يعملوش كده مش تفضحهم وتفضح أهلهم وتفضح الدنيا كلها ليه كسبتي ايه انت يعني اني بقى امرت بقى ان انت صحاب الفيديو صاحب الفيديو اللي صور الفيديو ده هو اللي هيت هيتحقق معاه هما طلعوا خلاص ودفعوا الكفالة انت اللي هيتحقق معاه ياريت الناس لما تشوف حاجة زادق مش اصرح حاجة ان هي تمسك التليفون وتصور وتنشر لا ممكن تحلها باي طريقة تنبههم ان فيه ناس وقف مش كل حاجة نصورها نمسك التليفون ونصور ونشير والناس تتأذى والناس تتبهدل وفضايح لا ياريت ياريت الناس تهدى شوية في حيطة التصور دي ويتقوا ربنا في الناس وزي ما قلت لكم كلمتين للبنات للبنات خلي بالكم من نفسكم وللشباب اتق الله في انسانة سلمتك قلبها وللأهل خلي بالكم من ولادكم خلي بالكم من بناتكم ركزوا معاهم اهتمامكم كله بالأولاد اهتمامكم كله بالبنات احنا في مرحلة غلط مرحلة السنوية العامة دي مرحلة غلط مرحلة مراهقة فياريت تقربوا ليهم اتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنسيش تشتراك في القناة اشتركوا في القناة